اكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ان فريقه قادر على تجاوز السنغال وتأهل لكأس العالم 2022 عن طريق تحقيق نتيجة ايجابية خلال المواجهة التي ستقام غدا الثلاثاء في اياب الدور الحاسم لتصفيات افريقيا في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الاعجاب اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما واشار كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين الى ان المنتخب المصري لا يحدد طريقة لعبه في المباريات بناء على خصومه وقال كيروش اعتذر لكم لكننا تأخرنا على موعد المؤتمر الصحفي لكن الخطأ ليس منا بل من مسؤولي الاتحاد السنغالي واضاف ايضا نحن في اقصى حالات الاستعداد للمواجهة سنفعل كل ما بوسعنا من ادل اسعاد جماهيرنا والتأهل الى كأس العالم واكمل قائلا حاولنا ان ننهي استعدادنا للمباراة في القاهرة ليس لدينا اي مشكلة في موعد وصولنا الى السنغال نحن في اتم الاستعداد للقاء وليس لدينا اي مشكلة واردف قائلا نحدد طريقة لعبنا بناء على فريقنا وليس لاننا نواجه السنغال لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين اثق تماما في اننا سنؤدي مباراة جيدة واوضح قائلا نحن لا نفكر في اننا نلاعب السنغال او الكاميرون او كوديفوار نحن نلعب ضد انفسنا وفي هذه المباراة نحن سنلعب امام انفسنا لعبنا جيدا في اللقاء الماضي وفي لقاء الغد نريد ان نكون افضل وبسؤال عن شعوره تجاه نتيجة مواجهة الغد فقال كيروش اليوم الذي اشعر فيه انني لن استطيع الفوز في مباراة ساتقدم باستقالتي فورا طوال مسيرتي لم ارى فريق يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب واضاف قائلا نحن نعلم جيدا وكذلك السنغال تعرف ذلك انه عندما نستحوز على الكرة فان لاعبين الموهوبين قادرين على خلق السحر داخل الملعب لم اقول معجزة بل اقول سحر المعجزات اتركها لله واردف قائلا نحن لا نفوز بالمباريات بالسحر نحن نفوز بمجهود لاعبين الشيء الاهم بالنسبة لنا غدا اننا نلعب جيدا داخل الملعب امل ان تكون هناك كرة قدم جيدة داخل الملعب من الفريقين واختتم حديثه قائلا انا مقتنع تماما ان طرفي نهائي كأس افريقيا يجب ان يتأهل الى كأس العالم ولكن في النهاية امل ان يفوز فريقي وان تكون مصر في كأس العالم اكد كارلوس كيرولي